افتتحت حكومة بابل المحلية ثلاث مدارس في قضاء الهاشمية وناحية الشوملي لسد الحاجة وتجاوز ظاهرة الدوام المزدوجة وفرنا لهم كل مستلزمات إكمال هذه المدارس سيولة مالية ووفرة مالية وكان أكو ضغط ومتابعة حقيقة على الشركات لتنفيذ ما بإلتزامها من مدارس كل مدرسة تفتتح في مكان تحللنا مشكلة ست مدارس بالضبط فإذن اليوم نحن في ناحية الشوملي نفتتح مدرستيا والقادم أفضل جرت تنفيذ وفقا للمناصفات المطلوبة وبمدة قياسية إذ أنجزت قبل الموعد المحدد فيما ستشهد المرحلة المقبلة تنفيذ مدارس بطراز معماري جديد تراعى فيه الحداثة تنفيذ من قبل شركتنا وكانت الدارة المستفيدة والمحافظة كذلك يعني مساعديننا بالأمور الفنية والأمور المالية أما ما لاقينا معه أما بالنسبة للتنفيذ ذلك شوفوا قدامنا واشتغلنا على المواصفة إن شاء الله وبفترة قياسية بحيث عندنا بعد 75 يوم من الفترة العقدية إحنا عندنا لا تنسين عندنا هنا سنة أو شهر ووفقا لحكومة بابل المحلية فإن المدة القليلة القادمة ستشهد الدخول 38 مدرسة توقف العمل فيها منذ سنين حيز التنفيذ بعد أن تم تدليل العقبات التي تعترضها من بابل إيمان محمد العراقية الأخبارية ترجمة نانسي قنقر